هل قتل صفوة الشريف عمر خرشد أهلا بيكم في القصة وما فيها مع ريها معياد أعتقد الحلقة دي محدش مطلبهاش من أيام حلقة سعاد حسني في الموسم التاني ودينا بقينا في الموسم الرابع ولسه بتطلبوها برضو يبقى لازم أعملها لكم هو أنا عندي أغلى منكم المهم إنكم دايما قبل ما تسمعوا القصة وما فيها تنسوا كل اللي سمعتوه قبليها لإن دايما اللي هتسمعوه هنا هو الكلام اللي من الآخر مهما شكك اللي شكك أو كدب اللي كدب أنا بيني وبينكم عهد عهد المصدقية ولا يمكن أخلفه أبدا يلا بينا صلوا عن نبي إحنا مش هنطول قوي في طريق حياته بس هقول لكم شوية معلومات كده عشان تشوفوا الصورة كاملة عمر أحمد خرشد اتولد 9 إبريل 1945 أبو أحمد خرشد واحد من أكبر مديرين التصوير في مصر وأمه عواطف هاشم بنت الزوات واللي اتنين اتطلقوا وهو لسه عيل صغير ابن 9 سنين واتجوزت أمه عرفي من دكتور القانون أحمد الشلقاني وخلفت منه شريهان اللي ما كانتش تعرف إن دا أبوها لحد ما بقى عندها 11 سنة ولما عرفت كان مات أساساً وقعدت بقى سنين في المحاكم عشان تثبت نسبها أما بوه فتجوز الفنانة والمنتجة اعتماد روشدي اللي هي اعتماد خرشد يعني اعتماد لا هي أمه ولا أخته ولا تقرب له أساساً دي مرات أبوه وطبعاً كلكم عارفين قصصها الشهيرة مع صلاح ناص ده هي اللي شهدت علي في قضية انحراف المخابرات سنة 68 وقالت إنه طلقها من جوزها أحمد خرشد عشان يتجوزها وأجبره كمان إنه يشهد على عقد الجواز بصوا من الأول كده هي قضية ملعبكة ومليانة جن وعفريت وحاجة مخول وكل واحد في العيلة دي أصلاً يتعامل عنه حلقة لوحده عمر خرشد كان بيعشق المزيكة من صغره وخصوصاً الجتار وبعد ما خلص لصنص الأداب قسم الفلسفة ومعهد الموسيقى اليوناني انضم الفرقة لبيتي شاع ودي كانت فرقة كبيرة ومشهورة جداً وقتها وكان فيها فطاحل عزة أبوعوف وهاني شنودة وعمر خيرت وعبد الحليم عارف خرشد من الفرقة دي وأخده اشتغل معه في الفرقة المستية وباليخ حمدي بقى يحط مزيكة للجتار مخصوص في أغاني عبد الحليم أشهرهم طبعاً أغنيت زي الهواء وحليم سمى خرشد صاحب الأصابع الزهبية وبعدها بقى عزة فورم وكلسوم وفريد لطرش وبقى مالك الجتار وتجوز أربع مرات أول مرة كانت من أمينة السبكي سنة 71 وكان فرحهم أسطوري ده حضروا كل فنانين مصر تقريباً بس اطلقوا سنة 72 بسبب الغيرة والحاجات بتاعت الستات دي وفي نفس السنة اتجوز ميرفت أمين بس برضو اطلقوا سنة 73 لأنهم ما كانوش بيعرفوا شوفوا بعض أصلاً من كتر الشغل اللي عندوهم وسنة 77 اتجوز اللبنانية جار الدين اللي أسلمت وسمت نفسها دينة واتبنوا بنت اسمها ياسمين لأنه تقريباً كده عمر خرشد ما كانش بيخله وبرضو بسبب الغيرة انفصلوا بس ما اطلقوش وسنة 81 اتجوز مع بعوف وكانت دينة لسه على زمته يعني قبل ما يموت كده بكم شهر نيجي بقى للمهم قصة قتل عمر خرشد لها سيناريوهات كتير وكل قصة لما تسمعها تقول لا هي دي أكيد سبب موته احنا بقى هنقول كل السيناريوهات دي ونحللها سوا سنة 78 السادات كانواخد معاه وفد حلو كده في اتفاقية كام بيفد بس كانواخد فنن واحد عمر خرشد اصله واجهة مشرفة وكتر وعزف في حفلة العشاء اللي كانت بعد توقيع الاتفاقية في البيت لابيض فمنظمة التحرير الفلسطينية وجابهة الرفض اعلنوا انهم هيقتلوا الوافد دا كله وخرشد كان بيجيلوا تهتداد بالقتل كل يوم وحاولوا يقتلوه فعلا وحطولوا كمبلة في مدخل العمرة اللي كان فيها مكتبه تخيلوا يقتلوا عمرة بحالها عشان يخلصوا من واحد جنس ملتهم ايه دور طبعا لما تسمع القصة دي تقول لأ بقا هي جابهة الرفض دي اللي قتلته بس صبروا صبروا اتقيل جاي نيجي بقى للحتة المكابلة سعاد حسني سعاد حسني حياتها ملعبكة عالاخر ومليانة اسرار وهي وعمر كانوا صحاب أنتين وده وضع طبيعي معه كان صديق جزهة عبدالحليم حافظ فتلاقي سعاد في مذكراتها عاملة فصل كامل اسمه عمر خرشد الأسطورة والحقيقة وقالت صراحة كده إن اللي قتل عمر خرشد صفوة الشريف أبا والمذكرات دي اللي بسببها تقتلت سعاد حسني أصلا طب خلينا نفتكر مع بعض القصة دي بسرعة صفوة الشريف جمجنة سعاد حسني في الستنات وكان لها حوالي 18 فيلم وده أنا حكيته بالتفصيل في حلقة سعاد حسني وقدر عبدالحليم بعلاقاته إنه يحميها منه وعبدالناصر قال لهم بلاش حكاية تجنيد الفنانات دي واتقبض على صفوة الشريف في قضية انحراف المخابرات سنة 68 واتحال فيها عالمعاش وهو لسه عنده 35 سنة وسنة 74 بقدر تقادر رجع صفوة تاني واقوى من الأول واشتغل في الهيئة العامة للاستعلمات وسنة 79 بقى رئيسها وده منصب كبير جدا وكتير من اللي شغلوه بقى وزراء وسنة 77 كان من مؤسس الحزب الوطني اللي عملوا أنور السادات عشان يخلص على اتحاد الاشتراك وسنة 80 بقى بقى رئيس اتحاد الإزاع والتليفزيون والحياة أنا بستغرب من التدرج الوظيف السريع لصفوة الشريف والأغرب بالنسبالي ده رجل كان بيجند الفنانات في الستينات تقوموا شغلوا رئيسهم بتسهلوا هانو يعني ولا ايه معرفتكش أنا كده بقى لأ وخدوا التهيل سنة 82 بقى وزير الإعلام طب ازاي يا جدع؟ ما هو أصله كان صديق حسن مبارك كدهو أيام ما كان نائب الرئيس سعاد بقى قالت إن صفوة الشريف لما رجع للساحة تاني وبقوة كان عايز يجندها تاني بس هي رفضت ووقتها كان عندها حوالي 34 سنة كده فجريت بقى على خرشد وقعدت تعيت وتقوله نجدني أصل خرشد وقتها كان جمد جدا ده يعتبر كان صديق السادات فرح واخد بعض وطلع على صفوة وقال له سعاد تاني لا فاهم يا صفوة بعد الواقعة دي على طول اتصربت إشاعة عجيبة ما تطلعش فعلا إلا من صفوة الشريف تصرب في الوسط الفني عن طريق الفنانين بتوعه إن عمر خرشد على علاقة بجهان السادات لا 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 مش ديه التانية بنته نانا ما هو أصل حب بين السادات وجهان كان مولع في الدرة فسمى بنته على اسمها وكانت أخر العنقود ودلوهت مامي وبابي خالد بس الغريب بقى إن نانا السادات كانت متجوزة محمود عثمان أحمد عثمان من يناير 77 يعني لما طلعت الإشاعة القذرة دي كانت جهان متجوزة أصلا وطبعا الإشاعة انتشت وعمك صفوة رح واخد بعضه وطلع الجري على السادات الحق يا ريس الواد الأرتست اللي انت بتحبه ومعتبر ابنك عمر خرشد بيشنى على بنتنا وبيقولوا إنه ماشي معاها طب اتصرف يا صفوة بس في حدود القانون والحقيقة أنا معرفش إيه ممكن تكون حدود القانون في حوار زي ده محمد عبدالوهاب بقى سمع الإشاعة دي وقال للخرشد اجري على السادات عمر ياخد معا دم السادات مش عارف أبدا طب إزاي ده أنا جيت معاك كامب ديفيد ومهدد بالقتل عشان خاطرة المعروف إن السادات هو اللي كان بيرفض يقابله بس اللي أنا عرفته إن صفوة الشريف اتفق مع زكريا عزمي وإن كان وقتها مدير مكتب رئيس ديوان الجمهورية إنه ما يخليش خرشد يعرف يوصل للسادات أبدا وده اللي حصل فعلا وعشان صفوة يجيب درافها خالص صرب إشاعة تانية إن خرشد قال للتليفزيون الأمريكي إنه هيزور طل قبيب وهيعمل حفلة هناك كمان كده كملت والدنيا أيامية كت مولعة والعرب كلهم كانوا مقطعيننا عشان إحنا وحشين وعملنا سلام مع إسرائيل وطبعا بسبب الإشاعة دي الدنيا تقلبت على خرشد ومعظم الدول العربية لغت حفلاته ومنعته من الدخول سنة 79 ماهو خاين بقى وهيروح طل قبيب وعمر وقتها قال إذا كنت أنا مروحتش أمريكا أصلا من بعد كامب ديفيد يبقى طلعت في التليفزيون الأمريكي إزاي ويوم تسع إبريل تسع وسبعين اتفاجئ خرشد بدعوة جايله من إخواننا البعدة بالزيارة مفتوحة لإسرائيل الله هو فيه يجدعاه فرحواخد بعض وطلع جاري على أمن الدولة إيه يا جماعة الكلام ده يفحصوا الدعوة يلاقوها مضروبة وسعاد قالت في مذكراتها إن واحد من رجال تصفط هو اللي عملها لها كده بقى يبقى صفط الشريف هو اللي قاتل ومفيش كلام ما تصبروا يا جماعة هو أنت وردكو حاجة يوم 29 مايو واحد وتمانين عمر خرشد كان في فندق فاندوم في الهرم بيقدم نمرته زي كل يوم من الساعة واحدة للساعة 2 إلى 4 الفجر خلص نمرته وقعدت عشق وشبله كسين ومشي وكان مع صديقته الفنانة مديحة كامل بس ولا امراته دينا ولا غيرها وفجأة وهم ماشيين في شارع الهرم ظهرت عربية بويك خضرة ودخلت في سبق مع خرشد وهو اديق قوي بقى وقال له مديحة قالت له سيبك منه يا عمر قال لها لأ دا بيهزقني قالت له هنموت قال لها مش هسيب وده كلام مديحة كامل نفسها وجري وورا بعض وسبقت العربية البويك ودخل الطريق مصر اسكندرية الصحراوي لكن عمر خرشد دخل بسرعته كلها في الجزيرة واطلع على الرصيف ودخل في العمور أنا كلمت اللي هو محمد نور واللي كان وقتها وكيل ما باحث فرقة غرب وقال لي انهم كانوا صهرانين في اسم الهرم بالصدفة بيحققوا في قضية قتل وسمعوا صوت انفجار فظيع لدرجة انهم افتكروا انه في طيارة وقعت والحد سكت عند فندق مينهاوس كده قدام مطعم خرسته يعني تقريبا قدام اسم الهرم وفي دقيقة كانت الزباط كلها هناك واكتشفوا ان اللي في العربية عمر خرشد وسايح في دمه والدم بينزل من كل حتة في وشه من بقه ومن مناخيره ومن عينيه وحتى من ودنه وكان فيه فعلا جروح في رقابته بس ما كانش مدبوح يعني زي ما قالوا وما بينطقش نهائي حدثة بشع بكل المقييس وجنبه مديحة كامل كانت بتصوت حرفيا لانها كانت متدششة ما فيهاش عظمة سليمة وما حدش عرفها اصلا وقتها واتنقلت مستشفى ام المصريين على انها واحدة مجهول ولبست بدلت جبس كاملة وفضلت في غيبوبة عشرين يوم حدثة اهلها ما كانوش يعرفوا انها في الحدثة ولما عرفوا نقلوها مستشفى تاني وده بيأكد المدينة ما كانتش معاهم في العربية لانها لو كانت معاهم كانت تدششت هي كمان وتقفل المحضر على انها حدثة عدية علشان يتفاجئ زباط اسم الهرم تاني يوم ان الاسم كله مليان زباط امن دولة ومخابرات خير يا جماعة كفالله الشر قالوا لهم الرئيس السادات شاكت ان عمر خرشد تقتل وخايف يكون جبهة الراف استضيته في بلدنا انما لو بره بلدنا عايز زي يوسف السباعي كده لما تقتل في ابرس وانا عملتلكوا عنها حلقة انما ايه احطتلكوا اللينك بتاعها فاتفتحت بقى القضية تاني وبدأ الزباط يدوروا ورا خط السير خرشد من اول ما خرج من نايت كلاب لحد ما عمل الحدثة وكل الشهود قالت انهم شافوا العربيتين وهم بيتسابقوا بسرعة فظيعة اللهم ان معادة شاهد واحد قال ان العربية البوكي الخضرة دي كانت بتزنق على عربية خرش الجامل طب هي فين يا جماعة العربية الخضرة دي مختفية وما حدش يعرف عنها اي حاجة غير نوعها ولونها وان كان سيقها واحد شعره كانيش وده على فكرة كان مودة اياميها يعني نص مصر كان شعرها كانيش اتجريت بقى نشرت الحدثة ومواصفات العربية المختفية دي وبعد تلات ايام الزباط لقوا شاب سعودي اسمه فهد عبد الرحمن طالب في كلية الحو جامعة القاهرة داخل عليهم ومع تلاتة من اكبر المحاميين في البلد وقال لهم انا يا جماعة الشخص اللي انتو بتدوروا عليه وانا اول ما عرفت انكم بتدوروا عليا سألت اهلي قلت لهم اهرب ولا ايه قالولي لا لا روح سلم نفسك وما تخافش والعربية بتاعتي معايا تحت وانا والله ما خبطت عمر خرشد ولا جيت جنبه خالص احنا بس كنا بنتسابق سو والنيابة وجهت له طغمة القتل الخطأ وبعد شهر كده اخلص بيله بضمان مالي خمسة جنيه وبعدها اتقطعت اخباره تماما ولا حد جاب سيرة محاكمته ولا اي حاجة والموضوع ما تعالى كده طبعا انتو كل ده قاعدين مستنين ان انا اقول لكم نصفت الشريف هو اللي قتل ونخلص بس انتو تعرفوا عني كده برضو شوفوا هي القضية تبان كده حد سعدية خالص لكن لما محمد عبد الوهاب وده رجل مسالم وديبلوماسي وماشي جوه الحيل واملوش في السياسة بكاتا زي يقول لجريدة الليموند الفرنسية ان عمر خرشد اتقتل بسبب مؤامرة سياسية لا بعد ما تبقاش حد سعدية خالص ولازم نقف هنا ونشوق ده حتى السادات زعل منه وقتها وافتكروا يقصدوا بس برضو لما تيجي تفكر شوية تلاقي ان اللي حصل بين خرشد وصفوط ما يوصلش بدرجة القتل يعني واعتقد ان اخيرها الشوشرة اللي عملها بس لما تلاقي ان سعاد حسني بتتهم صفوة الشريف في مذكراتها بشكل واضح ان هو اللي قتل عمر خرشد وبعدها هي نفسها تتقتل وبرضو المستهم صفوة الشريف يبقى دي حاجة لازم نقف عندها يا اخواني مش انا قلتلكم من الاول انها قضية ملعبكة وبعدين قصة الراجل السعودي اللي خرج بالقضية ده الشارة من العجين ولا كأنه عمل حاجة علامات استفهام كتير وكلها ملهاش ايجاب الا بقى ازا كان الجن فعلا هو اللي قتل ما هو قص الصحة في حسن الحفناوي صديق عمر خرشد قال ان عمر قال له انه مصاحب جني عنده 1700 سنة وان الجني ده قال له انا شايف وشك معكوس على شزايا الزجاج وعليه بركان احمر يتلقلق فوق جبال قاتمة سوداء لا بقى كده يبقى الجن اللي قتل عفريت ايه وبتاع ايه بس الله ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم ايه صدقته دي رجالة بنت هي اللي بتطفنه مع عفريت اللي بني ادم يا جماعة سيبكوا بقى من الجن والعفريت والكلام الفاضي ده خلينا نبقى متفقين ان حادثة عمر خرشد دي اللي يمكن تكون حادث عادية ابدا واللي اقدر ااكدهلكو انها مدبرة لمحالة لكن فكرة انه الدبح وفي تلاتة نزلوا من العربية عشان يتأكدوا انه مات فالكلام ده بلح ما حصلش فهل فعلا قتلوا صفوة الشريف عشان ينتهم منه طب اذا كان صفوة الشريف نفسه ما قتلش سعاد حسني سنة 2001 لما هددته انها تنشر مذكراته طب ما كان من باب اولى قتلها هي الاول طب معقولة السادات هو في عز المعمع والمشاكل اللي كان فيها بعد كامب ديفيد هيئة الفنان عشان اشعة هابلة زي دي مش للدرجات دي يعني ده السادات شابع اشعات هو وامراته ولاد طب هل فعلا جبهة الرفض اللي قتلته انا شخصيا استبعد هم جايين يفتكروا يعني ايه يعني معقولها تبقى حادثة عربية عادية خالص كده ما سدقش شوفوا هي في قضايا كده بتفضل غمضة وملهاش حلول مهما مر بها الزمن وكأنها بتموت بموت صاحبها بس انتوا دلوقتي الصورة بقت واضحة قدامكم وعرفتوا كل السيناريوهات واحنا في النهاية قدام حادثة عربية وهتفضل حادثة عربية بس ازاي بقى وليه تل ما حدش قدر يعرفه ابدا وما فيش حد عنده دليل على حاجة والحكم لكم في النهاية والكل إيه حكاية وانا هقول لكم على اللي فيها كنت معيكم بها معيد